بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء العزاء أسعد الله مساءكم بكل خير نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي سنخصصه للحديث عن تطورات الحالة الوبائية وفتح القطاعات كما لاحظتم خلال الأيام الثلاثة الماضية شهدنا تزايدا في نسب الفحوصات الإيجابية ارتفعت النسبة من 3.8% تقريبا إلى أكثر من 5.5% هذا اليوم أيضا نلاحظ أن العديد من دول الإقليم والعالم بدأت تتزايد فيها نسب الإصابات وهذا ما يدعونا للحذر هذه التطورات تأتي بالتزامن مع استمرارنا بتنفيذ الخطة الآمنة والمتدرجة لفتح القطاعات التي بدأناها منتصف الشهر الحالي على ثلاث مراحل والتي ستبدأ المرحلة الثانية منها غدا الاثنين كذلك الحال ستبدأ الأسبوع المقبل السابع من شباط العودة التدريجية لدوام طلبة المدارس هذا الأمر يتطلب مننا أعلى درجات الحذر والحرص فالاستمرار بفتح القطاعات لا بد أن يرافقه مستوى التزام أكبر بإجراءات الوقاية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم إقامة التجمعات والتعقيم إلى جانب تلقي المطعوم هي السبيل الوحيد لتفادي أي انتكاسة لا قدر الله وضمان استمرار السيطرة على الحالة الوبائية بالتزامن مع ذلك ستعمل الجهات الرقابية على تكثيف الرقابة وزيادة جهود الفرق التفتيشية لضمان الالتزام وضبط أي مخالفات للأفراد والمنشآت كما أسلفت غدا الأول من شباط يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من خطة فتح القطاعات اليوم أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم 21 لسنة 2021 استنادا لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020 ينص البلاغ على فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك أيضا تفتح المراكز والأكاديميات الرياضية والأندية الرياضية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة أيضا لذلك يلزم البلاغ كذلك المنشآت بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وبروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة ونص كذلك على أن تبدأ المنشآت بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك وأكد مجددا هنا أن استمرار الحكومة بإجراءات الفتح الآمن والمتدرج للقطاعات يعتمد بشكل الرئيس على الحالة الوبائية ومدى الالتزام بإجراءات الوقاية هذه الإجراءات تتم مراجعتها بشكل دوري وتحديدا كل أسبوعين ونأمل أن لا نضطر للتراجع عن أي إجراءة نتخذه حاليا الالتزام ليس طرفا بل مسؤولية جماعية من أجل حماية أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا وهو واجب وطني وإنساني علينا جميعا أن نتحلى به الالتزام كان له أثر كبير فيما مضى بانخفاض مستوى الإصابات والوفايات ونأمل أن يستمر حتى لا نتعرض لأي انتكاسة لا قدر الله أشكركم جميعا وأترك الحديث لمعالي وزير الصحة فليتفضل مشكورا شكرا معاليك شكرا لكم مساء الخير للجميع كما تعلموا قبل عدة أسابيع تم التخفيف من بعض الإجراءات والتقييدات وهذا كان يتعلق بتخفيف عدد ساعات الحظر الليلي وكذلك تم وقف حظر يوم الجمعة وتزامن ذلك أيضا مع تخفيف وعودة النشاطات لبعض القطاعات اللي تكلم عنها معالي وزير الدولة لشؤول الإعلام هذه الانفتاح الذي حصل أعلننا سابقا بأنه لابد من إعادة تقييم الأمور بعد هذا الانفتاح والتقييم اليوم حينما ننظر إلى التقييم الوبائي بالرغم من المؤشرات الإيجابية اللي حدثت في الأسابيع الماضية إلا أنه هناك بعض المؤشرات اللي بدأنا نراها يوم أمس واليوم غير مريحة كانت وخاصة مؤشر الإيجابية أو إيجابية الفحوصات اليوم بلغت نسبة إيجابية الفحوصات 5.55% هذه النسبة زادت عن يوم أمس وعن الأيام القليلة الماضية هذه الارتفاع في الأيام الأخيرة والارتفاع على ثلاثة أيام متتالية وخاصة يتزامن ذلك مع زيادة في نسبة أو عدد الحالات التي تسمى بالسلالة البريطانية حيث يزيد حاليا العدد عن 350 حالة مؤكدة من السلالة البريطانية ونلحظ أن الزيادة في عدد الحالات وخاصة من السلالة البريطانية موجود أكثر في منطقة عمان الغربية ومنطقة عمان بشكل عام نتمنى أن لا نرى هذه الزيادة في عدد الإصابات الإيجابية في الأيام القادمة لكن علينا أن نكون حذرين من هذه الزيادة خاصة الزيادة في عدد الإصابات بشكل عام في مدينة عمان ونسبة الإيجابية بالمناسبة في مدينة عمان بالذات كانت في ازدياد ولو كان بسيط لكنه كان ازدياد مستمر في الخمسة أيام الماضي هذا مؤشر آخر يبين لنا أنه ربما مدينة عمان وبائيا أصبحت في وضع ليس مريح كما كانت في الأسابيع الماضية كل ذلك وبالتزامن مع هذا الانفتاح ومع لي وزير الدولة شون الإعلام اليوم تكلم عن فتح لقطاعات جديدة هذا بالتأكيد مع هذه التغييرات في المنحنة والمؤشرات الوبائية يجعل مننا أن نقف وخاصة عند هذه النقطة وخاصة أن نسبة الالتزام بصراحة بما يتعلق بالالتزام بوسائل الوقاية من ازداد الكمامات والتباعد الاجتماعي لم يكن بالمستوى المطلوب الالتزام بالمنشآت التي تم فتحها من مطاعم وأسواق تجارية أيضا لم يكن بالمستوى المطلوب هذا بالتأكيد أمر غير مريح أمر يجعلنا نتخوف لا سمح الله من انتكاسه في الوضع الوبائي الذي لا نرغب أن يكون علينا أن نعمل جميعا على المحافظة على هذا الوضع الوبائي على تحسن الوضع الوبائي حتى تبقى هذه المنشآت تعمل نحن حريصون حتى ونحن نتكلم عن الجانب الصحي حريصون على أن يبقى النشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي والمنشآت تعمل لكن لا سمح الله إذا أصبح هناك انتكاسة في الوضع الوبائي هذا يحتم علينا تقييم الأمور مرة أخرى وإعادة النظر حتى في هذه المنشآت التي تم إعادة النشاط إلها وربما يكون هناك إجراءات لا نحبثها جميعا فرجعنا من الجميع الالتزام الالتزام بهذه الأمور البسيطة التي لا تكلفنا كثيرا ولكنها مهمة بالنسبة أن السلالة البريطانية من الواضح أنها تنتشر بسرعة أكبر وهذا ما لحظنا هنا من المواطنين الذي تم تشخصهم بهذه السلالة الجديدة أو السلالة البريطانية كان نسبة الانتشار فيها أعلى من السلالة الأصلية لذلك الأمور واضحة الأمور نحن من نحدد أين نسير وبائيا وصحيا وبالتالي هذا يحدد أين نسير بما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والنشاطات الأخرى لا ننسى أنه بعد فترة كان هناك تخطيط لفتح المزيد من القطاعات أتمنى من الجميع الالتزام وأتمنى أن لا نرى مؤشرات أكثر سلبي في الأيام القادمة شكرا